ليزاس شويريجا تاك يوم ليزا الصعب شويريج تصفوا بيها شيئا ما صعب ليزا حاته نور اين بار هايهيلز كان عند ليزا فقط زوج من الاحذية ذات الكعب العالي داس بار يعني زوج هايهيلز وهي الاحذية ذات الكعب العالي فور اين فورشتيلونكسجبريح من اجل مقابلت عمل داس فورشتيلونكسجبريح وهي مقابلت العمل او الانتربيو ام مرغن فانت زي اين شو زرقرطت يعني في الصباح ام مرغن ام تستخدمها مع الوقات اليومية ام مرغن ام عبند ام نخميتاغ ام فورميتاغ ولكن مع دي نخت وهو الليل تستخدم حرف جر اين وتقول يعني في الليل يعني في الصباح وجدت حذاء مخدوشا دير شو وهو الحذاء الفعل فندن هو فعل بلوس اكوزاتيف معنى وجد هنا في الماضي لهذا السبب عندنا اين يعني في اكوزاتيف تسرق خاتسن يعني خادشا يخدوشو ايغ كاتس هات داميت گشبيلت قطتها قامت باللعب به دي كاتس وهي القطة شبيلن مت بلوس داتيف يعني اللعب بشيء مع حرف جر دائما بلوس داتيف ليزا فار ووتنت يعني ليزا كانت غاضبة ووتنت عندما تصف شخصا ما انه غاضب زي فولتو زيخ شو ديخ شعرت بالذنب شو ديخ يعني اشعور بالذنب او بالخطأ فالزي دي شوه نيشت فيك جرومت هات لانها لم تبعد او تزيح الحذاء فيك جرومن يعني ازاحة او ابعدة او وضع شيء ما في مكانه رتبه في مكانه ليزا فار هوفنونكسفول كانت ليزا متفائلة هوفنونكسفول يعني عندما تشعروا بالتفائل دس زي اينو لوسون فندن كونت انها سوف تتمكنوا من ايجاد حل زي فانت كليبا وجدت لاسق دير كليبا هو اللاسق وتقم التصليح دس فليكتزوك هو تقم التصليح زي فار بيجايسترت يعني كانت متحميسة بيجايسترت يعني متحميسة عندما اصلحت الحذاء يعني اصلحة يصلح ولكنها كانت قلقة يعني او بالها مشغول بيجايسترت بشأن ما اذا كان الاصلاح سوف يعمل دي ريباراتور وهو الاصلاح في الطريق الى مقابلة العمل كانت ليزا متوترة يعني متوترة شعور التوتر وكانت خائفة شعور الخوف الوصول متأخرة يعني الوصول متأخر يعني في غرفة الانتظار شعرت بالملل هو الشعور بالملل يعني والارتباك شعرت بالملل والارتباك عندما تصف شعور الارتباك يعني فجأة تمت المنادات عليها يعني نادى ينادي هنا في الماضي وكانت مرتاحة شعور الارتياح بعد قلق حزن او ارتباك او شيء اخر يعني الشعور بالارتياح شعرت ليزا بالفخر بشأن ادائها يعني الاداء الشعور بالفخر الشعور بالفخر بشأن شيء ما وبعد ذلك شعرت بالسعادة يعني الشعور بالسعادة والامتنان يعني الشعور بالامتنان عندما وصلت الى المنزل كانت راضية بيومها شعور الرضا او السرور يعني الشعور بالرضا بشأن ما ولكن عندما رأت الحذاء الفعل الزين هو فعل بلوس اكوزاتيف لهذا السبب عندنا دين شو في اكوزاتيف شعرت بالحزن تصف بها شعور الحزن شعرت في هذا اليوم شعرت في هذا اليوم شعرت في هذا اليوم بالتوتر أو الإجهاد الشعور بالتوتر أو الضغط نفسي والعصبية نيرووس وصف الشعور بالعصبية شبتا ارطلتوا سي إيرا فروندين ما سيحدث لاحقا أخبرت صديقتها بما حدث بسيغن في المعنى حدث أو حصل لقد كانت متفاجئة عندما تصف شعور المفاجئة عندما تصف شعور الصدمة بالقصة وهي القصة يعني متفاجئ بشيء ما وشوكيرت وشوكيرت ومصدوم بشيء ما ليزا فلتوا يعني شعرت ليزا قليلا بالحرج عندما تصف شعور الحرج محرج لكن مسرورة أيضا عندما تصف شعور الصرور أو الفرح بإنجاز أو إنهاء كل شيء شفن في المعنى أنجزة أو أنهى في المساء كانت ليزا محبطة فستخيرت عندما تصف شعور الإحباط لأنها كان يجب عليها أن تشتري حذاء جديد في نهاية اليوم كان ليزا تشعر بالنعاس ومرهقة شليف خيش عندما تصف شعور النعاس اغشبفت عندما تصف شعور الإرهاق أو التعب الشديد ترجمة نانسي قنقر